قد اللقطة بتاعة الاعلان عن قرعة الاهلي هتقول لي ما كل الفرق الواحدة الثلاثين طلعت لها بس الكلام اللي تقال عن الاهلي والداتة اللي تقالت عن الاهلي في معلوماتها لا كلام له قيمته له معناه هنا يا جماعة بمناسبة كلام ميدو وتعليق المهندس عد كواحد من اهم خبراء التسويق الرياضي صدقوني الاعلام احنا اللي بنصدر للجماهير المفاهيم الغلط لو الناس تعودت تكلم الناس صح بمعلومات صح ومفاهيم مظبوطة مش هتلاقوا الشارع فيه الناس بتاكل بعضيها او بتعاير بعضيها او بتحفل على بعضيها يعني ما احواجنا انك انت تلاقي المنطق السليم هو اللي بيتروج له المعلومات الحقيقية هي اللي تتقال انما محاولة ان انا قعد اقول للناس اصله مفيش عدالة وتتساب كده على عوهنها تخلق توطر بين اتنين واحد اهلاوي واحد زمالكاوي لان انت بتدي له حاجة مقفولة وسايبها له وتسأل اي حد واتناشه طب ما تيجي نتكلم بموضوعية هي فين غياب العدالة ايه اللي الاهل يواخده مش حقه علشان تمنع هذا الاحتقان بين الجماهير يعني ميدو لما تكلم بموضوعية مع الزميل ابراهيم عبدالجواد تتكلم على انه قيم الاهل التسوقية علية الى مصاف كبير جدا لانه في بطولة عالمية وانه الناس المسؤولة في الاهل شغالة على بناء هذا البراند بقالها سنين ده كلام موضوعي وكلام صحيح وكلام سليم تخلص منه انه على نادي الزمالك وعلى النادي الاسماعيل وعلى الاتحاد والمصري وكل الاندية بالذات الشعبية تشتغل بنفس الطريقة انها زي تبني عوائدها وزي تنمي قدراتها وتعلي من قيامها التسوقية لكن مش فكرة ان انا بقى شايف الاهلي واخد حقوق التسوقية لان هي دي مكانته ابدأ تكلم في كلام غلط جدا اولا كلام بتبرر بيه خطأك بس الاخطر منه بتصدر رسالة سلبية قاتلة في الشارع دين الجماهير مع بعضيها احنا اللي بنقدم رسالة غلط جدا ونحسب الناس عن نتيجة زي مثلا الاقي حد كاتب واحد من نجوم الكورة برضو السابقين انه هول فيفا مدام اعترف انه الحقوق لازم ان تبقى متساوية وانه هيدي كل نادي من الاندية ال 32 اللي في كاس العالم كل واحد فلوسه بالتساوي عشان تشوفوا احنا هنا ليه الاهل بياخد الرعاية اكتر من غيره خلط غريب وعجيب يعني فعلا ما يدخلش منطق اي حد ازاي دا يكون ازاي انت خلطت بين مكافئة بطولة جوازها بتتوزع او رسم المشاركة او حافز المشاركة بيعطى الفريق اللي بيشارك بالتساوي وبعد كده يتزايد حسب كل دور بتتخطاها زي كاس العالم للمنتخبات منتخب مصر لما يروح يشارك في كاس العالم اتحاد الكرة المصري بياخد مثلا القيمة المتساوية بين الكل وتبع تقريبا نظير الاعداد والاستعداد الجيد للبطولة ايه دا الهدف اه هو هو البطولة دي اتسوأت اه لحد النهاردة ما فيش اخبار مؤكدة على الرقم على الرقم مطريق توزيعه اه لكن لما بي انت ما بتكسب بطولة افريقيا او يوم ما بتكسب يقول لك اه كسبت مليون ونص او اثنين مليون دولار وبعدين لما تروح كاس العالم الامضيع تاخد لك نظير المشاركة كاذب كل دور مبلغ مليون في نصف في اثنين من نتائك بتعظم الدخ ايه اللي بتاخده اه عايزين بقى نناقش ايه ايه اللي جاب حقوق الرعاية الاعلانية الرعاية دا موضوعك الرعاية دا كنادي في الرعاية الاعلانية ملاش علاقة الرعاية تاني مرتبطة بشعبيتك انا حط اسمي على فنلتك عشان كم واحد يتفرجوا عليه كل ما زاد عدد المتفرجين المتمين اليك بتاخد مبالغ اكبر بس فالشاهد في دا ايه الربط بين حاجتين مفيش اي ارتباط بينهم يصدر مفهوم غلط عند الناس وبنبدأ نسأل ليه الناس بتحفل على بعض وليه الجماهية صدقوني الطعم بيترمي من الاعلام لو احنا عايزين نتكلم على تكفيف او على مواجهة موضوع الشغب والتعصب بدايته الرسالة الاعلامية الرسالة الاعلامية طلع ملغومة طلع فيها كتير من الغلط كتير من الحقائق المغلوطة بيتلقاها متلقي ممكن يكون ثقافته على قده تعليمه على قده سنه صغير يبدأ بقى يروح في سكة تانية خط كمان يا سيد براهيم يعني مهم جدا الذي يتحدث في امر هالمتخصصون لما حبينا النهاردة نشرح حاجة جيبنا يا سيد عامر العمير دا رجل مثقف مكرس حياته لدراسة لوح الفيفا وبيقدم دراسات للمحترفين بيعتمدوا عليه فيها مش يعني مش حنقض احنا نقرأ جملة ونكتهد في تفسيرها نقدر نعمل كده بس بس مش دا الصح الصحة نجيب واحد مختص مرجعية واقول فلان فلان حيقول لكم كذا اي فاتمنى تملي وحنا بنناقش امور بهدف ترميها في وص الجماهير لا ندقق قوي في صحة المعلومة ترجمة نانسي قنقر